طيب عايزين نروح بقى للتاني الأفلام وهو فيلم بحبك لتامر حسني الفيلم طبعا احنا عارفين ان تامر اجتهد فيه وعمل فيه كل حاجة تقريبا تأليف وإخراج ما تبعش حاجة ويمكن هذي تجربة ما حصلتش في تاريخ السينما المصري من 1907 غير من محمد فوزي على معتاقد يعني فهي كانت تجربة تامر حاب يخوض غمار هذي التجربة حاطك شايفها ازاي بس محمد فوزي ما أخرجش لكنه معلش يشترك في الكتابة ويجيب سيناريست محترف ولحن وغنى عمل كل حاجة معدل الإخراج يعني بس محمد فوزي منتج ومطرب وملحن مش كده مظبوط وممثل ده تمام وعبد الحين محافظ مثلا عبد الحين محافظ مطرب وأنتج كويس لكن ما بيلحنش فريد الأطرش أنتج ولحن كويس وغنى يعني فعايز اقول أفهم دي أفهم دي أنت عندك شركة إنتاج عشان يعني معدل الإخراج فقط الإخراج الإخراج وفريد الأطرش ما كتبش واخد بالك لا يعني كل حاجة بيدي عندهم أفكار حلوة يعني يعني أكيد فريد الأطرش عنده بحكم خبراته وفكرة ممكن يقولها الكاتب بس كتابة دي ما هياش كده عشوائية كتاب السيناريو دي محتاجة لقراءة كبيرة جدا للمسرح ما يقولونش بس لتسلم الناس بكرة لا دي يقرأ مسرح كويس قوي ورواية ويبتدي يفهم يعني إيه دراما ويبني شخصيات وبعد ده الجزء ده ده الكتاب بعد كده الإخراج ده ده حالة كبيرة جدا وخبرة وتعيش في الاستوديوهات وتهدم عدسات وإضاءة فانا لأ دي جرأة يعني عايزة أقول يعني جرأة كبيرة جدا عملها تامر وبالذات موضوع الإخراج ده وبعدين الكتابة لأ فيه طبعا فيه عنصرين ضعاف في الفن الكتابة والإخراج يعني يعني ودول أهم حاجة في السينما أوكي مؤكد مؤكد إن تامر اسم جاذب للجمهور دي مرضيش هنكره ومؤكد أيضا إنه هو مطرب يعني محق نجاح وإنه هو بعد عبدالحريم حافظ أكتر مطرب في الزمن عمل أفلام كويس لكن ما يبقاش عنده هذا النعم إنه يعمل كل حاجة وإنه هو حالة استثنائية إنه يكتب ويخرج وبتاع أنا شايف إنه هو يعني دخل في منطقة خاطئة الفيلم هجيب قرادات لأن انت اسمك جاذب للجمهور للنجومية تامر حسن أيوة برافو عليك وبالذات في الأول بعد كده الدنيا تتكشف يعني ما تقدرش تكمل أنت لا تضحق على كل الناس كل الوقت فممكن في الأول تكذبهم بعد كده لأنه بنجوميتك لكن هل دا يعيش؟ لا مش ديش سن ما اللي تعيش